أجمل عبادة تعبد بيها ربنا في شهر رجب بسم الله الرحمن الرحيم قعدت أفكر إيه أكتر العبادات اللي تتقرب بيها إلى الله وتدخل بيها على الله في شهر رجب فلاقيت حاجة عجيبة جدا الحمد والشكر من أبواب العبادات الجميلة في شهر رجب والأول أقولك إيه الفرق بين الحمد والشكر الحمد هو الإطار النظري والشكر هو الإطار العملي الحمد هو الثناء على الله باللسان وبالقلب بكل ذرة في كيانك يا رب أحمدك بتقول بلسانك وبتقول بقلبك الحمد ثوابه كبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ ما بين الأرض والسماء نور في حياتك نور بين الأرض والسماء الحمد لله الحمد لله الكلمة الكبيرة الغالية اللي بدأ بيها القرآن الحمد لله رب العالمين طب والشكر إيه؟ تحويل الحمض لشكل عملي انت مش حمدت الله بقلبك وبلسانك حولوا بقى للشكر الشكر هو تفعيل نعم الله في الحياة الشكر هو استخدام نعم الله لجعل الحياة أفضل حياة الناس أفضل الشكر دليله في القرآن اعملوا قال داودا شكرا انا مش عايز شكر نظري انا عايز الشكر بالعمل اعملوا قال داود هو دا الشكر بتاعكم استخدم نعم ربنا في الخير اداك قوة استخدمها في الخير للناس اداك علم استخدمه في الخير للناس اداك فلوس اداك زكاء اداك ما أعطاك الله حوله إلى شكرة أجمل ما تستطيع أن تفعله أن تجبع بين الحمد والشكرة فانت جامع بين ثناء اللسان والقلب وجامع بين العمل شكرا لله جمعت بين الاتنين يفرح بك الله ويرضى عنك الله ويزود بقى العطاء ولئن شكرتم لأزيدنكم وتبقى في نعمة ما بعدها نعمة يا بختك لو جمعت بين الحمد والشكر ايه علاقة دا برجب وايه علاقة الحمد والشكر بشهر رجب رجب شهر البركة يبارك الله فيها في الأرزاق ويبارك الله فيها في العطاء ويبارك الله فيها في مجهود الناس فانت حامد وشاكر فيحدث ايه تلتقي مع البركة في شهر البركة فيتضاعف عطاء الله ويتضاعف امتنان الله عليك وعطاء الله لك لإنك قبلت البركة بالحمد والشكر انت في نعمة ما بعدها نعمة انت في المضاعفات والبركة في اللغة هي الزيادة اضعاف مضاعفة وليس العطاء العادي حامد وشاكر فبتشتغل وربك يوزع بركة كبيرة في هذا الشهر فيلتقي حمدك وشكرك مع بركة شهر رجب فتكون فيه اضعاف مضاعفة عيش بعبادة الحمد والشكر في شهر رجب لتدخل شعبان ورمضان وانت مرضي عنك مبارك لك في عملك يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا من عبادك الحمدين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم انعم علينا في شهر رجب برزق واسع وعطاء كبير امين امين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا